بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الرابع والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا في الكلام مع قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وسبق الكلام على معنى الآيات هذه الآية وما قبلها وسبق أيضا بيان ما يستفاد أو بعض ما يستفاد من هذه الآيات ونقول الآن يؤخذ من هذه الآيات وجوب تدبر القرآن الكريم والتدبر معناه التفقه في معانيه ومعرفة تفسيره قال تعالى كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته ولما كان لا يمكن العمل بالقرآن إلا بتعلمه أولا ثم بتدبره ثانيا ومعرفة معانيه وتفسيره فإن تدبر القرآن واجب ولا يكفي مجرد التلاوة أو كثرة التلاوة من دون تدبر بل لا بد من الأمرين من التلاوة مع التدبر والتفقه في معانيه وكل على حسب ما أتاه الله من الفهم والإدراك وكل يستفيد من القرآن العام والمتعلم والعالم كل يستفيد على قدر ما أتاه الله ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه إن معاني القرآن على أربعة أنواع منها ما يعرفه العامة وذلك مثل تحريم الخمر والزنا ووجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان تحريم الميتة والدم والأحم الخنزير فهذه يعرفها العام والمتعلم ومثل ما ذكر الله من العقوبات التي حلت بالمكذبين وثواب المطيعين فهذا كل يعرفه ولو كان عامين ومن معاني القرآن ما يعرفه العلماء ما يعرفه العلماء المختصين الراسخين في العلم وذلك كما عرفت الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين فهذه أمور لا يعرفها إلا الراسخين في العلم كما قال تعالى هو الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فهم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به فيتضح معناه وهذا من شأن العلماء ومنه شيء تعرفه العرب من كلامها لأن القرآن نزل بلغة العرب وذلك مثل مفردات القرآن مثل الأب وغير ذلك من الألفاظ اللغوية فهذه يرجع في تفسيرها إلى إلى مفردات اللغة لأن القرآن نزل بذلك ومنها ما استأثر الله تعالى بعلمه ولا يعلمه أحد حقائق ما أخبر الله به عن أسمائه وصفاته وحقائق ما يكون في المستقبل ما يكون في الدار الآخرة كما قال يوسف عليه السلام لما جمع الله شمله بأبويه وإخوته ورفع أبويه على العرش وخروا له سجد قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي أي هذا حقيقتها التي آلت إليها فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ويوخذ من هذه الآيات أن كلام الله جل وعلا لا يتناقض وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتناقض ولكن يحتاج إلى رسوخ في العلم وفهم في الاستدلال فيرد بعضه إلى بعض ويفسر بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضا ويرد المنسوخ إلى الناسخ فلا يتناقض كلام الله عز وجل ولكن هذا يحتاج إلى بصيرة ورسوخ في العلم بخلاف من يدعي أن في كلام الله وكلام رسوله أن فيه شيئا من التناقض لأنه لا يفهم فالتناقض إنما هو في فهمه لا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فكلام البشر غير الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل فيه اختلاف ويحصل فيه خطأ ويحصل فيه مخالفات لأنه كلام بشر غير معصوم أما كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهما لا يتناقضان أبدا ولكن هذا يحتاج إلى بصيرة وإلى رسوخ في العلم ودقة في الفهم وتعلم لقواعد الاستدلال وهذا مقام لا يناله إلا الخواص من العلماء يُخذ من هذه الآيات تحريم ضرب كلام الله وكلام رسوله بعضه ببعض فيقال إن هذه الآية تعارض الآية الأخرى هذا الحديث يعارض الحديث الآخر هذا كلام لا يجوز لأن كلام الله لا يتعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعارض ولكن يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا ويُوضِّحُ بَعْضُهُ بَعْضًا ويُقَيِّدُ بَعْضُهُ بَعْضًا فهو كما قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه يأخذون المتشابه ويتركون المحكم من أجل الفتنة من أجل تضليل الناس وهذا واقعا فإن كثيرا من أهل الضلال يخطفون الآية أو يخطفون الحديث ويقولون هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا دون رجوع إلى النصوص الأخرى وتفسير لكلام الله بعضه وكلام رسوله بعضه ببعض وهذا إما لهوا في أنفسهم وإما لقصور في أفهامهم وجهل في علمهم فلا يجوز ضرب كلام الله بعضه ببعض ومن لم يصل إلى درجة الجمع بين النصوص فإنه يتوقف ولا يتكلم عن كلام الله وكلام رسوله بما لا يعلم فعليه أن يتوقف فإن هذا هو واجبه ولا يخوض في شيء لا يعرفه فإذا كان الإنسان لا يجوز له أن يقول على الناس ما لم يقولوا وما لم يصدر منهم فكيف يقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله ولم يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ولهذا قال جل وعلا قل إنما حرام ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته